سلام عليكم يا أملاً يترقبه الصغير قبل الكبير يا أملاً تنتظره القلوب والعيون الذين أدمنوا المخدرات في كل بقاع الأرض مسختهم هذه المخدرات يا بقية الله وعادوا كائنات غريبة ومع ذلك يبحثون عن الأمل هم لا يعرفونك لكنك أنت الأمل المشافي تزداد يوماً بعد يوم وأعداد المرضى تتفاقم وكل مريض يتألم يتوجع يعيش غربة المرض وللمرض غربة للمرض غربة ووحشة كل الذين يعيشون غربة المرض ووحشته يتعلقون بأمل يبحثون عنه هم لا يعرفونك لكنك الأمل الذين في السجون وحتى الذين في جحور الرذيلة يبحثون عن أمل هم لا يعرفونك والله لأنت أنت الأمل يا أمل الجميع ماذا أقول لك قلوبنا مشتاقة إليك وما قيمة هذه التعابير سلاماً يا بقية الله سلاماً يا إماماً أنت كل ديننا وأنت جوهر عقيدتنا سلاماً يا قائم آل محمد سلاماً يا من تنتظرونه وتتشوقون لرؤيته لزل الحديث في سورة التوة فهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى قلدوا أحبارهم ورهبانهم وكان الأحبار على منهج بعيد عن الحق والرهبان كذلك من هنا جاء التعبير القرآني من أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله في سياقه الآيات التي بعد هذه الآية في الآية الثانية والثلاثين من سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم فهم يخدعون هؤلاء اليهود ويخدعون هؤلاء النصارى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا المعنى إذا أردنا انطباقه على واقعنا الشيعي فنور الله هم محمد وآل محمد نور الله إمام زماننا الحجة بن الحسن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا المضمون الذي جاء في رواية التقليد عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه حينما تحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه واستمر الإمام يتحدث عن أن هؤلاء المراجع ضالون ويضلون الشيعة معهم لكنه استثنى فقال لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإنه لن يتركه في يد ذلك الملبس الكافر هذا وصف الإمام لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فإنه لن يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره بحسب القوانين والسنن فإذا كان هناك من الشيعة من هو مخلص في عقيدته ولا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه تعظيم إمام زمانه فإنه سبحانه وتعالى سيأخذ به وسيأخذ بيده سأقرأ عليكم هذه الرواية بحسب تسلسل المطالب في هذا الموضوع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذا في الآية الحادية والثلاثين من سورة التوبة في الثانية والثلاثين يريدون هؤلاء الأحبار والرهبان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نبينا هو الذي حدثنا من أن الذي جرى في الأمم السالفة سيجري في هذه الأمة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه فحينما سألوه يا رسول الله هل تقصد اليهود والنصارى قال وإنني لا أقصد غيره وهل الناس إلا هم ما جرى على الأمم الماضية يجري في هذه الأمة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا إنما جاءت في هذا الموضوع لأن الموضوع لا يتحدث عن الأحبار والرهبان فقط إنما جاء بالأحبار والرهبان جاء بهم مثالا من أمثلة الأمم الماضية القرآن ليس كتابا تأريخيا القرآن كتاب لبناء الإنسان في هذه الأمة فحينما يحدثنا عن الماضي إنما يأتي بالماضي مثالا وصورة مقربة لواقع تعيشه هذه الأمة ولذا بعد أن تحدثت الآيتان عن أحبار اليهود ورهبان النصارى ومن أن اليهود اتخذوا أحبارهم أربابا وكذلك النصارى اتخذوا رهبانهم أربابا وهؤلاء الأرباب الذين صنعتهم الأمة يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هؤلاء وصفتهم الآية بأنهم كافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون من هم الكافرون هم هؤلاء الذين يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ما هو هذا الوصف نفسه في رواية التقليد عن إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإن الله لن يتركه في يد ذلك الملبس الكافر تلاحظون أن المعاني واحدة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بحسب ثقافة العترة وتفسيرها فإن الآية هذه لم يأتي تأويلها إنما تأويلها الأول عند ظهور القائم وتأويلها الثاني الأتم الأكمل في عصر الرجعة العظيمة في زمان الدولة المحمدية الخاتمة التي هي جنة الدنيا كما عبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة ولكن مراجع الشيعة لا يعتقدون بضرورة الرجعة وحتى الذين تحدثوا عن الاعتقاد بالرجعة تحدثوا عن شيء لا علاقة له بالذي تحدث عنه محمد وآل محمد تحدثوا عن شيء آخر لا شأن لنا به أساسا في أحاديثنا الذين لا يعتقدون برجعة أهل البيت بحسب ما فصلوا لنا ما هم من شيعة أهل البيت وهذا المعنى ينطبق على أكثر مراجع الشيعة حينما أقول ينطبق على أكثر مراجع الشيعة على أكثر من 95% منهم من الماضين ومن الأحياء ومن القادمين إنني أتحدث عن القادمين لأنني أتحدث عن غيب فهؤلاء معروفون وآراؤهم معروفة وكتبهم موجودة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا في الآية التي تأتي بعدها يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لمن؟ لليهود أو للنصارى يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد وآل محمد يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إنما يأتي التعبير إما استمرارا للسياق المتقدم وإما أن الفقهاء الذين تعدهم الشيعة من الفقهاء ما هم بفقهاء عند أهل البيت هؤلاء أحبار ورهبان إننا لا نعد الفقهاء منهم فقيها إذن ماذا تعدونه؟ هذا هو القرآن صريح فإن الآية تخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لليهود أو للنصارى فأنا لا أقرأ من التوراة أو من الإنجيل أنا أقرأ من القرآن وخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب للذين آمنوا بمحمد وآل محمد يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الأكثر مثل ما قال إمام زماننا وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة الثانية التي بعث بها إلى الشيخ المفيد مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل ما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه المنطق واحد إنه منطق الكتاب والعترة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم الأصول ألا لعنة على علم الكلام ألا لعنة على قواعد التفسير الناصبي التي دمروا بها ثقافة الكتاب والعترة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل القرآن لا يحدثنا عن قضية في ماضي العيام وإن حدثنا فهي بالمماثلة على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ماذا يفعلون؟ ليأكلون وهذه اللام لام التوكيد ليأكلون أموال الناس بالباطل لماذا جاءت لام التوكيد هنا؟ جاءت لام التوكيد كي تحدثنا عن أن هؤلاء يصرون على هذا الأمر يصرون على أكل أموال الناس بالباطل وفي الوقت نفسه فإن لام التوكيد توحي إلينا من أن هؤلاء وهم الأكثر من علماء الدين سيخادعون أتباعهم ويضحكون عليهم ويخدعونهم كي يأخذوا أموالهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وما سبيل الله إلا علي وآل علي أين السبيل بعد السبيل؟ إنه الحجة بن الحسن أنا أسأل المعممين في حوزة النجف وغير النجف المناهج التي تدرسونها تقربكم من إمام زمانكم؟ بالله عليكم أنا لا أريد جوابا فأنا عارف بكل التفاصيل لكنكم سألوا أنفسكم أنتم أنتم الذين تتابعون حديثي الآن ما درستموه يقربكم من إمام زمانكم؟ أم أن عقيدتكم بسبب ما درستم عقيدة مهلهلة لقد سلبت منكم لذة المناجات وسلبت منكم حلاوة الإيمان أنتم تمثلون تمثيلاً بين الناس هذه هي الحقيقة التي أنتم عليها لأنكم تأكلون أموال الناس بالباطل هذه هي الحقيقة من الآخر هذه الآيات في سورة التوبة لم تأتي جزافاً فسورة التوبة هي سورة البراءة من كل ضلال وهي السورة الفاضحة للصحابة ولعلماء هذه الأمة ماذا تسمى سورة التوبة؟ إنها السورة الفاضحة لماذا سميت بالسورة الفاضحة؟ لأنها فضحت الصحابة وفضحت المنافقين وفضحت علماء الأمة فهذا هو حال علماء الأمة هذه السورة فضحتهم هذا اسم معروف لسورة التوبة بين المسلمين بين السنة والشيعة لماذا سميت سورة التوبة بالفاضحة؟ سيقولون لك إنها فضحت المنافقين وحينما يتحدثون عن المنافقين يتحدثون عن المنافقين خارج إطار الصحابة لكن الإنسان إذا ما قرأ سورة وتدبر فيها فإن سورة فضحت بالدرجة الأولى الصحابة وبالدرجة الثانية فضحت المنافقين زمان رسول الله وبالدرجة الثالثة فضحت علماء الأمة صحيح أنها أعطت عنوان الأحبار والرهبان إنما جاء ذلك على سبيل المماثلة وإلا فإن الخطاب هنا واضح جداً يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليعكلون أموال الناس بالباطل لماذا القرآن يخاطب الذين آمنوا ثم ينقل الحديث إلى الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إنه يريد أن يحذر الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا حذروا فإن أكثر العلماء يأكلون أموال الناس بالباطل وماذا يفعلون بعد ذلك ويصدون عن سبيل الله قطعاً سيصدون عن سبيل الله الذي يسرق أموال الناس ويأكل الأموال الحرام فماذا يتوقع من هل يدعو الناس إلى سبيل الله سيكون قاطع طريق مثل ما عبرت الروايات عنهم إنهم قطاع طريق يصدون عن سبيل الله نقرأ الرواية من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول صفحة 65 باب المستأكل بعلمه والمباهي به إنه الحديث الرابع عن إمامنا الصادق أوحله إلى داود إلى داود النبي لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك فيصدك عن طريق محبتي فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم هؤلاء قطاع طرق هذا هو منطق الكتاب والعترة من أين تأخذون دينكم من الكتاب هذا هو الكتاب من العترة هذه هي العترة أوحله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا هذا الخطاب ليس لداود وإنما لأتباع داود وإنما للمؤمنين لماذا يحدثنا به إمامنا الصادق فداود هو عالم وداود لا يجعل فيما بينه وبين الله عالماً مفتوناً بالدنيا هذا الخطاب لي ولكم أوحله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي إنما يخاطب الله أنبياءه بهذا الخطاب كي يشعرنا بأهمية هذا الخطاب عالماً مفتوناً بالدنيا هل هناك من فتنة في هذه الدنيا أكثر من أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وبعد ذلك يورثونها لأولادهم وأحفادهم من بعدهم هل هناك من ضلال ومن خيبة ومن سوء حظ أكثر من هذا يا داوود لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي محبة الله هي محبة محمد وآل محمد وهؤلاء يصدون عن سبيل الله وسبيل الله في أحاديث العترة علي وآل علي سبيل الله علي وآل علي فيصدك عن طريق محبتي فإن أولئك قطاع طريقي عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم ماذا يحدثنا الصادق في الحديث الخامس عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا الفقهاء أمناء الرسل فإذا دخلوا في الدنيا صاروا خوانة الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا إذا دخلوا في الدنيا صاروا خوانة قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان إذا اتبعوا السلطان فما بالك وقد صار اليوم صلاطي هم صاروا صلاطي القضية ستكون أسوأ قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم هذا هو الاحتياط وليس الاحتياط الذي يذكر في باب التقليد الذي لا أصل له في فقه العترة الطاهرة احذروا من هؤلاء كونوا على احتياط من هؤلاء هذا هو منطق الكتاب ومنطق العترة يا أيها الذين آمنوا حذاري حذاري يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا احذروا من هؤلاء من أكثر المراجع والعلماء إنهم يضحكون عليكم يأخذون أموالكم ويصدونكم عن سبيل الله ما هو هذا الذي يحدث على أرض الواقع يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله تدبروا في كتاب الله أنا ما جعتكم بشيء من عندي هذا كتاب الله وهذه أحاديث آل الله هذه أحاديث محمد وآل محمد وأنا أقرأ عليكم من الكافي من أهم كتبنا وفي نفس هذا السياق في نفس سياقي الأحبار والرهبان إذا ما ذهبنا إلى سورة الجمعة وفي سورة الجمعة تحدث القرآن عن رجل الدين الإنسان وعن رجل الدين الحمار عن المرجع الإنسان وعن المرجع الحمار أما المرجع الإنسان فقد تحدثت سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هؤلاء الذين يتلو عليهم محمد وآل محمد آياتهم وتأتي التزكية لهم من محمد وآل محمد فقهه في الدين مفهما فهبه في الدين تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هنا يتعلم المرجع الإنسان أما المرجع الحمار فإن الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة حدثتنا عن المراجع الحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين في رواياتنا من أن الآية هذه لهذه الأمة كي تعتبر الأمة بهذه الأمثلة ولذا إمامنا الكاظم ماذا قال للمرجع الكبير علي البطائن في زمانه قال يا علي يخاطب علي البطائن أنت وأصحابك وأتباعك أشباه الحمير فهناك المرجع الإنسان وهناك المرجع الحمار الآيات في سورة التوبة وهي تتحدث عن الأحبار والرهبان عن هؤلاء المراجع هؤلاء اللصوص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كل ذلك لأنهم حمير لا يفقهون ولا يعرفون الأمور على وجه البصيرة والتحقيق فما هم من الذين وصفهم آل محمد من أنهم قد فقهوهم فهموهم إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين فقهه لم تقل الرواية عن رسول الله إذا أراد الله برجل خيرا صار فقيها في الدين صار فقيها في الدين ربما من وجهة نظره ربما من وجهة نظر الشيعة الرواية تقول إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين كيف ذلك؟ من زهده الله في الدنيا ماذا سيحصل عنده؟ أنبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هؤلاء يوجد مثلهم بيننا أصلاً ولا في عالم الخيال ولا في عالم الأشباح لا وجود لهذه المواصفات فهناك نوعان من المراجع هناك المرجع الإنسان الذي ثقافته ثقافة الغدير ثقافة الغدير النبي أخذ على الذين بايعوا بيعة الغدير أن لا يأخذ تفسير القرآن إلا من علي وآل علي وأن لا يأخذ العقائد والدين والفهم والثقافة إلا من علي وآل علي الذي فعله مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى ومنذ أن أسس الطوسي الحوزة في النجف وإلى يومك هذا نقضوا بيعة الغدير في تفاصيلها هذه ولذا قال لهم إمام زماننا من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هناك ثقافة الغدير هي التي تصنع المرجع الإنسان وهناك ثقافة أخرى تخالف الغدير إنها تصنع المرجع الحمار ولذا أقول في مقدمة الحلقة أخاطب نفسي وأناجيها من أنني قد خيرتها بين غدير يسمو في أنقى الأفكار وبين حمار يحمل أسفار لا يدري ماذا في الأسفار هذا هو منطق القرآن ومنطق محمد وآل محمد وهذا هو منطق حديث الثقلين نذهب إلى فاصل ومن المرجع الإنسان والمرجع الحمار ولاحظوا أن الحديث عن المراجع الحمير جاء في سورة الجمعة التي تتلى على الأقل على الأقل تتلى في صلاة يوم الجمعة رسول الله كان يتلوها في صلاة يوم الجمعة على الأقل أسبوعيا يركز هذا المعنى من أن هناك علماء هم بدرجة العالم الإنسان وهناك علماء بدرجة العالم الحمار ولذا هذا الكلام قاله إمامنا الكاظم لذلك المرجع الكبير لعلي البطائن وقد كرر هذا الكلام معه مرارا والروايات موجودة في كتبنا ومصادرنا المعروفة من المرجع الإنساني والمرجع الحمار إلى المرجع الكلب في سورة الأعراف في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وما بعدها واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنه بلعم ابن باعورا أو ابن باعورا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في أحاديث العترة معنى آتيناه آياتنا كان من حملة السر الأعظم كان من حملتي الإسم الأعظم الآن لو جمعت مراجع الشيعة من الأحياء والأموات ممن عايشناهم أو الذين سبقوهم لا يصلون إلى خيط في نعال عالم يحمل هذا السر ومع ذلك فإن القرآن وصفه بالكلب بل إن الكلب أفضل من إنها مماثلة هو أسوأ من الكلب كما أن العلماء في سورة الجمعة هم أسوأ من الحمار لكن وجه المماثلة هنا جاء بهذا العنوان وإلا فإن الحمار أطهر وأشرف منهم الحمار بطبيعته هو لا يدرك ماذا في الأسفار أما هؤلاء الأحبار هؤلاء الرهبان هؤلاء الذين يسمون بالفقهاء هؤلاء أسوأ من الحمير وأسوأ من الكلاب قطعا الذين يتصفون بهذه المواصفات الذين يتصفون بأوصاف الفقاهة عند محمد وآل محمد هل يمكن أن نتحدث عنهم بهذه الطريقة هل هذا كلام منطقي واضح المقصود من كل هذا الكلام واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تلاحظون الحديث عن المراجع الحمير في سورة الجمعة على الأقل سورة الجمعة تقرأ على الناس جميعا في كل جمعة إنها صلاة الجمعة تقرأ على الناس جميعا والمطلوب من الناس إذا ما قرئ القرآن أن ينصتوا والمطلوب منهم أن يتدبروا مع ملاحظتي أن سورة الجمعة وردت بخصوصها روايات كثيرة جدا في الإدمان على قراءتها دائما أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع هناك روايات في كتبنا توجهنا دائما لقراءة سورة الجمعة لماذا لأن سورة تنبهنا إلى صنفين من العلماء إلى صنفين من المراجع هناك المرجع الإنسان وهناك المراجع الحمير فتلك الوصايا تؤكد علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع دائما أما هنا الأمر واضح فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تحدثوا عن العلماء الكلاب عن المراجع الكلاب الواقفة علي البطائن بعد ذلك ترقى إلى درجة فصار كلبا منطورا الإمام الرضا وصف ذلك المرجع الكبير ومن معه من مراجع الشيعة وصفهم بالكلاب الممطورة هذه ثقافة العطرة هذه ثقافة القرآن هذا ما هو منطقي هذا منطق محمد وآل محمد إذا كنتم تجهلون ذلك فما هي مشكلتي إنها مشكلتكم أنتم بعيدون عن ثقافة الكتاب والعطرة فماذا يصنع لكم كبار مراجع الشيعة في زمن إمام الكاظم حينما كان مسجونا هؤلاء وصفهم الإمام الكاظم بأنهم حمير يا علي أنت وأصحابك أنت وأصحابك أصحابك من المراجع من أمثالك وأصحابك ممن يتابعونك من الشيعة أشباه الحمير أما إمامنا الرضا فقد وصفهم بسبب إصرارهم على استحمارهم هذا من أنهم كلاب ممطورة وبالمناسبة الذين وصفوا بالكلاب الممطورة من قبل إمامنا الرضا ما هم من عامة الشيعة عامة الشيعة حتى الذين ذهبوا مع الواقفة رجعوا إلى الإمام الرضا بعد ذلك لكن الذين أسسوا منهج الواقفة هم مراجع الشيعة وكبار العلماء وكبار المحدثين في ذلك الوقت وما رجعوا إلى الإمام الرضا فماتوا على ضلالهم وماتوا على حيرتهم ألا لعنة الله عليهم وكثير من أسماء الروات الذين ننقل أحاديثهم هم من هؤلاء إنما ننقل أحاديثهم حينما كانوا في زمن الهداية ولكن بعد أن ضلوا فإنهم قد أصبحوا كلابا منطورة صاروا من المراجع الكلاب بعد أن كانوا من المراجع الحمير أعداد هائلة هائلة من العلماء ومن رواة الحديث صاروا بهذه المنزلة بمنزلة المراجع الكلاب فلذا حين تحدث القرآن عن قصة بلعم ابن باعراء قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا أمر أن نتحدث عن المراجع الحمير علنا في صلاة الجمعة وفي كل مكان في يوم الجمعة يتم الحديث عن المراجع الحمير ودائما نتحدث عن المراجع الكلاب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تدبروا في القرآن هذا هو شهر القرآن لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذا هو منطق القرآن الكريم قرآننا تحدث عن العلماء بل تحدث عن عوائل الأنبياء في سورة التحريم لقد تحدث القرآن عن نساء النبي عن زوجتين من زوجات النبي عن عائشة وحفصة وهذا الأمر ما هو بخفي عودوا إلى صحيح البخاري إلى النسخ الموجودة الآن التي يعتمدونها في الأزهر وغير الأزهر عودوا إلى صحيح البخاري ستجدون الرواية عن عمر ابن الخطاب من أن المرأتين اللتين ذكرت في سورة التحريم عائشة وحفصة هذه القضية واضحة ماذا تحدث القرآن عن عائشة وحفصة إنها عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله عائلة نسائه إن تتوب إلى الله إن تتوب هل تابت ما تابت ذلك موضوع آخر لكن حالهما بحاجة إلى توبة فهما في حالة بعد عن الله وعن رسول الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الهداية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إنه علي صالح المؤمنين هذا من عناوين علي في القرآن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق يا عائشة ويا حفصة وإن تظاهر عليه على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما الذي فعلته عائشة ما الذي فعلته حفصة بحيث يكون الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في مواجهة عائشة وحفصة ما هي الآية هكذا تقول وإن تظاهر عليه أن تقف بوجه رسول الله وأن تنصر إحداكما الأخرى في وجه رسول الله فإن الله هو مولاه هو ناصره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هؤلاء هم أنصاره فما الذي صدر من عائشة وحفصة حتى يحتاج رسول الله إلى كل هذه النصرة موضوع كبير عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن ما هي أوصاف الأزواج التي هن خير من هن مسلمات مؤمنات فهل أن نساء النبي في ذلك الحال ما كن على الإسلام أم أنه إسلام هكذا بالإسم فقط ولذا فإن الآية تتحدث عن زوجات مسلمات مؤمنات هن خير من هن خير من عائشة وحفصة عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار أنا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه الآيات في سورة التحرين ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو هذا المثل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا هذا المثل يراد منا أن نكرره دائما هناك وصايا من رسول الله ووصايا من الله في كتابه أن نعتبر بأمثال القرآن فأمثال القرآن هو علم من علوم القرآن هذه أمثال القرآن علينا أن نعتبر بها علينا أن نرددها علينا أن نتدبر فيها فهذا القرآن يحدثنا عن أسرار عائلة النبي عن نسائه ويتحدث عن معايب نسائه تصريحا وتلميحا وفي نفس السورة يتحدث عن زوجة نوح وعن زوجة لوط في نفس السورة هذه إشارات وعبارات هذا تصريح وتلميح وتلويح قولوا ما شئتم وضرب الله مثلا للذين آمنوا المثل الذي ضرب للذين آمنوا إنها آسية بنت مزاحم زوجة فرعون وإنها السيدة مريم هذه أمثلة من النساء للذين آمنوا وأمثلة من النساء للذين كفروا نساء أنبياء هذه زوجة فرعون مثال للذين آمنوا أما زوجة نوح وزوجة لوط فإنهما أمثلة للذين كفروا القرآن يكشف لنا أسرار عوائل الأنبياء هذا هراء حينما يقولون لكم لا تتحدث عن المراجع ولا عن عوائلهم ولا عن أولادهم ولا عن أصارهم هذا كذب هذا القرآن وهذا شهر رمضان ويجب علينا أن نتدبر في القرآن وهذا جزء من التدبر في القرآن وإلا لا خير في قراءتكم للقرآن من دون أن تتدبروا في القرآن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله